إقامة مصانع جزائرية على أراضي دول إفريقية هي الخطوة الجديدة التي اختارها المتعاملون الجزائريون لاكتساح أسواق القارة الصمراء بأقل التكاليف في ظل الصعوبات التي تواجههم أثناء التصدير خاصة ضعف سلسلة النقل واللوجيستيك اليوم نفكر حقيقة كيفية الاستثمار في دول إفريقية كيفاش نوصلوا نأسس مؤسسة ولا نخلق مؤسسة في موريطانيا فيما يخص صناعة دهون اليوم هذا رأيه مشروع إن شاء الله ننجوه في أقرب وقت إن شاء الله طلبوا مننا أن نقدموا لقاء معهم على مستوى الصفارة هما يطلبوا مننا يعني طلبوا من الجزائريين والمؤسسات الجزائرية خاصة العمومية الاستثمار في بلدانهم وهذا يعني ماهوش سهل ماهوش مخيف استثمارات بملايير الدولارات تنجزها شركة عمومية وخاصة فالتواجد هناك سهلة موقعها والترويج لمنتوجاتها بالأسواق الإفريقية وجعلها تربح الوقت والجهد سفير السنغال اشتغل معنا مدة سنة استطعنا أن نقنعه وندخل عن طريقه إلى السنغال بالاستثمار المباشر والتبادل التجاري بحيث أنه اليوم بدأت صفقة بتقريبا 400 مليون 350 مليون دولار لكن خلال هذه السنة نتوقع أنه نوقع أكثر من مليون ونصف دولار خلال السوداسي الأول أو الأربع أشهر الأولى يعني قبل شهر رمضان مع مؤسسة الكهرباء السنغالية مع مجمع سيدي مذهبا وهذا يعتبر أيضا قفزة الاستثمار في إفريقيا خيار مربح يعويل عليه المستثمرون الجزائريون لدخول الأسواق الإفريقية بكل سهولة وهو ما قد يمنحها قوة أمام المنافسة الشرسة لكبار المصدرين في العالم على غرار الصينيين والأتراك وغيرهم